إنه هذه الجرام الجديدة اللي موجودة على المجتمع وبتحاول إنها تسيره محتاجة قانون لحماية الحرية الخاصة للمواطن إذا كنا بدنا تعتبر إنه الحسابات الشخصية النهاردة اللي موجودة على السوشيال ميديا الحسابات دي بتعبر عن الناس بيحط عليها فيديو خاص به فبيلاقي بعد كده الفيديو ده انتشر في مصر كلها هنا انتهاك للخصوصية وده مسألة محتاجة قانون يعني ممكن يكمل على قانون الجرام الإلكترونية لإن هنا تتعامل مع الشخص ذاته وحقوقه كإنسان نزبوط والحق في الحرية الخاصة دي مرتبطة بالمواطن العادي اللي هو اللي احنا بنكلع اليوم من شوية دول 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 مش شخصيات عامة مش فنانين وحتى الفنان ليه حياته الشخصية ما ينفعش أنه يتدخل فيها وما ينفعش أنه حد وخليني أضيف حاجة بمناسبة اللي حصل اليومين دول ما ينفعش الفنان لو عمل حاجة مش عجباني في فيلم سينما أنه نشتمه وتتطول عليه باللفظ أو بالصفة أو بالتطول على زوجه أو زوجته بالزبط هو وهنا يعني يحق لأي ممثل أو شخص يعمل في العمل العام أن يتقدم بشكه لمكتب النائب العام وحيتم التحرك وملاحقة منسب ودي في أيدين الشخص نفسه الممثل أو الموثلة وكله لبيب بالإشارة يا فتاهم يعني هو خلينا نفرق ما بين حاجتين ما بين النقد الفني وإحنا من حقنا ننقض لأنه حرية رأيو التعبير من حق الممثل نمثل لكن من حق الناس النية مش الناس يعني منتكلم هنا على النقاد الفنيين أنه هو ينقض العمل الفني فهنا عشان بس نفرق ما بين النقد والسب والقصف بالزبط والسب والقصف هنا لازم يبقى فيه عقاب بقانون لأنه مش هينفع تتساب المسائل بهذه الطريقة أنه أي حد يخش يجتم أي حد على صالة التصل الاجتماعي وتبقى مسألة فيها تجريح وفيها الجانب التشريع والقانون يماهد الطريق للوعي والثقافة وتثبيت الثقافة